لا تزال تبعات الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية تتفاعل سياسياً من خلال تصعود الحرب الكلامية بين المملكة وإيران وعسكرياً عبر عشرات الغارات المكثفة للتحالف بقيادة السعودية على مناطق عدة في اليمن ليشدد بعدها التحالف حصاره على البلاد بإغلاقه جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية إجراءات يقول التحالف إنها تهدف إلى الحد من تهريب السلاح الإيراني إلى الحوثيين لكنها آثارت انتقادات واسعة ووصفتها منظمات صحية وإنسانية بالحصار الشامل الذي سيفاقم الوضع الإنساني الصعب في اليمن وسيؤدي إلى وقف القطاع الصحي بشكل كامل الأمم المتحدة حذرت من وقوع أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود إذا لم يتم استئناف إيصال المساعدات إلى اليمن مجاعة يكون ضحاياها بالملايين وفق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي صرح بأنه أحاطى مجلس الأمن بمعاناة اليمنيين بعد زيارته الأخيرة إلى اليمن لقد علمت المجلس أنه إذا لم ترفع إجراءات الحصار فإن مجاعة ستحدث في اليمن ولن تكون كالمجاعة التي رأيناها في جنوب السودان في مطلع العام الحالي والتي طالت ألاف الأشخاص أو كتلك المجاعة التي حصدت أرواح ربع مليون إنسان في الصومال عام 2011 وفيما دع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريج إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية عندما تحدث مع وزير الخارجية السعود عادل جبير ذكرت تقارير أممية أن تفاقم الأزمة الإنسانية دفعت سبعة ملايين يمني إلى حافة المجاعة إضافة إلى إصابة نحو 900 ألف شخص بالكوليرا ومعاناة أكثر من مليوني طفل من سوء التغذية دعوات لفتح المنافذ تبقى قائمة رغم تصريحات لمسؤول في ميناء عدن قال فيها إن التحالف سمح باستئناف العمل في الميناء دون أن يقدم تفاصيل بشأن هذا الإجراء